مرحبا بك يوسف صباح النور صباح الفل والياسمين زينا بلي كل الناس اللي اسموا فينا كل مرحبا أهلا وسهلا دوك نحكي ودي ما جيبنا في التقلقيل هكذا في رمضان فما تقلقيلها هاي الناس تقلقل وشنا عملو نحن نركب بعض التقلقيلات متاح ونشوفوه مش قالو وشو ما ما قالو القيل والقال قيلنا والقال المرضية في النظيف زينا بشناحكيه وعلى مسلسلات في ساحيت منظفة بشناحكيه على المسلسلات اللي بدأوا معناتها النصف الثاني متاع رمضان لأبطالهم الحقيقة من الكوميديين الشبان خلينا نقولو نهار على عمار سيد بن عمران نقرأ وشوية كموتاري انا جاي أدوغي لحقيقة المسلسلة اي حبيتو نهار على عمار حبيتو برشا عجبوك الآربة حلقات اللي بدأوا معنا اي عجبوني اي عجبوني فما الثالثة يظلي ما خلطش باش نتفرج فيها ورجعت تفرجت فيها على العيين ما حسيتوش مستوحة من حاجة هاي مستوحة شنو المشكل؟ شو مشكل انو تكون فما فكرة مستوحات لكن طريقة تنفيذها تكون مزيانة علش لا؟ شنو اللي يمنع معناها؟ ومنس كل قالوا احمد حلمي موش كان احمد حلمي كهو ماندد ديجا فيو مستوحة هي ديجا فيو معناها معناها موجودة في كل في العالم الكل اللي عملوها عليه فاين الديستينايشن شنو مومة ديجا فيو زادة من حاجات انسان شايفهم وبعض تعاود وقداموا باش شوف هو مبيناتنا راه وريد بعد ما يتعدى المسلسل ونشوف اللي بيبليكاسيون متاع الناس ونشوف هما جدل على المسلسل تشرف باش تدخل تتفرج خاطر الهنات ناجم تكتشف انه فما عمل مزيان وقاعدة فكرة مزيانة انا الخاف كان من العمل اللي ما يحكى لي حد بي اكزاكتو مايب هذا هو انا انا في هذية قبل ما تبدأ انت تحكي انا بالنسبة ليا والله هي ممكن مش انا الشخص المناسب اني نعطي رعي في عمل لزياد لزياد اللي تايم هاش نقول لك عليش خاطر انا عيناي مغمضة كيفي خدم حاجة زياد اللي تايم نمشي نتفرج فيها وانا عيناي مغمضة ونعرف انه بش نتفرج في حاجة مزيانة اغناغم وما هيش كيما السائد وكيما الموجود دونك نعرف روحي كي بش نتفرج في زياد حاجة خدمها زياد راهي بش تكون حاجة مزيانة ولا كهم دونك ما نجمش انه نعطي راهي برشة في نهر على عمل شكو في الميكروسة حزياد هو راو حتى لي كومنتر متاع الناس مشي في معانتا في الاتجاه متاعك انتي معانتا فهم برشة قالوا مثال تحفون بعيد كل البعد على التهريج والابتذال اللي ولينا نشوفه فيه تيما لازمنا نحن نقوله كلمة مزيانة بعد انتعاد داولة العبيد الأخرى مثال مسلسل نهار العمار واضح له اقتباس من فيلم المصري الف مبروك اللي هو بيدو مسروق وضربات تخفيف من فيلم عسل اسود كلمة مسروق راهي خائبة لا انا نحب نوضحها الحكاية هذية بالنسبة للناس راهو كلمة مسروق ما نقوله هاش خاطر هو مخذيش الممثلين والفيلوم وحطوا في شيء نمتاعه ولا لا هو خدم خدمة وبناها من لول وجديد جزء الفكرة فقط لكن الكل مبني على عمل كامل معناها من فكرة لكن هو فما صار على الفكرة باش خرجت عمل بتونسي علش نقوله مسروق والله ها خايبة برشة الكلمة والله خايبة والله معك خاطر نحن استنسنا في في حق ناس مبدعين معناها ويخدموا في خدمة رمضان للرمضان خايبة ما ونحن استنسنا في تونس بالفرانشيز عرفته يعملوا مسلسل غالت نحن نجيبوه نتاونسوه نكملو زينب ضربات تخفيف من فيلم عسل اسود ومتا أحمد حلمي زادة اللي فيه نسيب ليسكن مع عائل تمرته فكرة مزيانة تنجح سينو سيب بن عمران اللي هو معناتها حسب رايي أضمر ممثل في تونس قادر ينجح في أي عمل لي مثله نحكيه ونكمل نحكيه على نهار على عمار في المكتوب السيد هذا كي ما يعمل شي وما يتكلمش دي جا شبع ضحك في اشتر حلقة بركي نجمي ضحك كبصدق وبرشة جو وقته انه نبعد على الابتذال والتهريج والتفاهة وغريبة كيفاش معناتها ما همش قاعدين يستغلوا في القوة اللي عن سيف بن عمران في الامبروفيزيسيان وقاعدين يعطيوا الأدوار للناس أخرين لحقيقة مسلسل عجبني وكاستينغ طيارة وبرافو سيف نمشي وزينب للمسلسل اللي بعده اللي هو العازب اللي يتعد على قناة نسمى المحمد علي التونسي الناس شنو قالت قال دالي التونسي من خير اتماعنا من المواهب الشابة ويستحق انه يخدم مسلسل كي ما هكا مسلسل في برشة طاقة وبرشة مهر وبرشة ضحك وكل عمل اللي يشارك فيه يثبت في حضوره السيدكوم العازب نجم تتأكد من الشي هذا بعد حلقتين فقط موحاند علي التونسي قاعد يثبت في كل مرة انه يستحق دور ما اكبر وعمل ما اكبر كملوا في التعاليق زينب فما برشة ناس قالوا عجبهم المسلسل وفما برشة ناس زادة ما عجبتهمش الفكرة بتاع المسلسل والمواضيع اللي تتطرقلها معناتها مسلسل موجه للشباب خاصة معناتها كما قولوا فم برشة كومنترات من ناس كبار يقولوا رانا مفهمناش الحقيقة فهمت الالغوريطة مش كيف كيف اللي احنا زادة نقرأ وفم برشة ناس تحكي مثل وقتش يتعدل المسلسل نحبو نتفرجو فيه فمشكون قال يعطيك الساحة محمد علي كل مرة تتجدد وتتغير في ادوار جديدة تستحق فرصة كبيرة وديما ماذا بنا نبدو على الممثلين اللي اخذوا وقتهم واخذوا حظهم ونعطيهو الثقة في الشباب اللي احنا تذكروا بالأسامي راهو شو ما فمش عليش بش واحد يهبط كلام يقول يزينة من الممثلين خطر فمش ممثل يقدام راهو ممثل حتى لين معناها هيكبر في العمر وحنا نشوفوا لازيكزامبل هضمه حتى البرة عند العرب فمش ممثل يقدام اوكي نعطيهو فرصة لشدد معاك على الأخر لكن ما فمش ممثل يقدام فما ممثلين لكل الأوقات المهم تكون فما انتاج بش يتواجدوا فيه الممثلين والساحة معناها مفتوحة للجميع نشوف هكا ليه تعرف زينا نحب نقول حاجة بركة في المعناتها في الببليكاسيون اللي هابتت قلتها مثال هو اش قال قلتها قبل ونعودها انه الضحك في تونس عمره وما باش يرجع ب وقال زوزة سامي ميقالو ميقالو اللي قاعد يخدم في مسرحية والناس لحقيقة مش تفرش في مسرحية لحقيقة بالرسمي مسرحية تفتق بالضحك دونك معناتها انسان عنده ما يقول في الضمار ومش معناتها اليوم ما يقالو يعمل في الضمار ويخدم في المعناتها موجود والاسم الثاني اللي هو بس سام الحمروي اللي فرد سيزون اللي هي السنة متاع رمضان الناس تشكر فيه على المسلسة متاع سوبر تونسي والدور متاع الجوكر اللي قاعد اللي خدموا برش بركة في المعناتها هابتت دونك حتى في انتقال اسمي معاك انه اليوم كان فما انسان خدم حاجة تقدم وصيبون متجددش ومطورش من روح وميسالش ناجم يقض على جنب ونعطيه ثقة في الشباب اما كيفما عبيت تخدم وقاعد تخرج في منتوج مزيان وقاعد تخرج فيه ضحكة جديدة ومتجدة ومتصالحة مع ذاتها معناتها موش بنفس الافكار اللي قدم ونفس الضحكة القديمة دونك ما فيها باس نكمل ومعناتها في نفس في الطريق يكون خليوا الناس تختم على رويحه هو ومن اصاب فله اجران ومن لم يصف له اجر وحنا من اجتهد من اجتهد واصاب هذا رأيه هذا رأيه كنت يوسفة مزيدة اليوم قاعدين نظر مبرشة وقاعدين فهمة برشة ارا خايبة فيها مزيدة من من في نفسية الناس اللي خدمت موش بيه نبدايه من حلقات الأولى وحنا نبدايه نسبه وكل معناه انا معناه كل عام تتعاود لحكيه هذيه ومنحبش نعطي رايه ديما من الاول ديما نحب نستنى في عمل انا تفرجت فيه بتبيعة فما ناس ما يتفرجوش في الاعمال وجوست من دي سيكونس على على غيزو سوسو يحكموا عليها وهذي غلطة كبيرة اهذو ما بالنسبة للمختصين خلي غاد عاد العبيد لي مايش مختصة معناه اينا كمواطن عادي كمواطن عادي نتفرج عجبني 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 ما عجبنيش ما عجبنيش اينا نفهموا معناها بارشة في اداء ممثل مسرحي وفي هذا اداء مسرحي اكثر من اداء متع تلفزة كلام مسروق هيكا الكلام المسروق بالحق هذا هنا نحكيه على سرقة يدخل على بروفيل متع حد معروف يلقاه كاتب كلمتين معناها في الدومان متاعه في المسرح ولا في السينما ويأخذوا كوبلي كله وحطوا ينسبو روح وهو صحي وزع ما زع ما هو فهمك العمل هذيك ولا يفرق ما بين العمل السينمائي والمسرحي والتلفزي ويعطي رايه في ممثل اللي هو عنده كثير من عرش قديش من عام وراه مش معقول ولا مخرج ولا غيء ما معناه كل واحد يعرف حدوده ومعناه اليوم نجمش نعطي رايه في مخرج نجم نقول العمل والله يعجبني محليهم الاحداث اما بش تعطي في رؤية اخراجية وغيره ليه مانيش راكيكة معناها فما ناس مختصة نجمو نجيبوهم في البلاتو وهوما يفيدونا اكثر وإلا حتى على اللي غيزو سوسيو فما ناس ينجمو يخرجو يتكلمو عنا فيهم الثقة الي كيف ندخلو نقراو الببليكاسيون تاحهم نعرفوا الي رايهم بكل موضوعية هذيك عليش انا مبعد باش نقرالكم اختيك العجبني برشا الحقيقة في طريقة التناول الموضوع والنقد اللي اخداه الاستاذ ارور الشعافي وهو مسرحي واحكايا على سيتكوم فارماسي واحكايا بطريقة ياسر محليها باش نقرالكم بعد شوية في الختام اختيك الكامير في الشارع اثقافي كمال نوسوفي لكن انا زينا بحبيت نسألك اليوم مثال الناس اللي قاعدة تتفرج في النتفليكس وقاعدة تتفرج معانتها على طيلة العام معانتها في المسلسلات وفي الحاجات اللي تخرج جديدة والمينيسيرية وغيرها اليوم زادا نتصور عندهم الحق شوية انهم حتى يحكيوا على المسلسلات صحيح انا راو بالنسبة لي على السوق التونسية الصغيرة اللي نحن فيها عنا نزوز مسلسلات وكاميرا كاشي ماذا بينا نتفرج وراه ومش على خطر الممثلين ولا خطر خطر دونك دي جا خلصوا را نحكي على التكنيسيانات اللي مهمش يخلصوا ماذا بيك تتفرج وماذا بيك تدعم السوق التونسية خلي معانتها خلي ولي عنا وفرة في الانتاج وعنا الشواب باش غدو تنجم تختار وتعطي رايك بالحق معانتها مش خطر نحنا في تونس اللي نشدوا مسلسل ينطيحوه ينطلعوه معانتها معانتها معانيش ممثلين تع المسلسل هذي كما تجيبش متع ممثلين تع المسلسل قاعد يتعرض فيها في قناة اخرى وكل معاناها كل قناة تخدم في العمل اللي هي تبث فيه وكل صحفيين زادا عندهم فما بعض الصحفيين اللي معانتها بكل نازاهة لكن فما صحفيين لحقيقة اليوم ما يخدموا لي صالح فلان وفلان ويطايحو فلان ويطلعو فلان معاناها هذي معروفين اما انتي كسؤال ليك مانيش نحكيلك على التطيح والتطلع اليوم مخرج عنده لي كيبة متاعه بالنسبة ليك هل جائز ولا مجائز ما يخليهمش يمشوا يخدموا في مسلسل اخر اشنو ما يخليهمش وين ريتهم ما يخليهمش انا ما طوح قلتش كون اصلا انا لا لا انا طوح حتى انا مانيش نعم انت قلت مخرج ما يخليش جمعتوا يمشوا يخدموا في مسلسل اخر يومي نجم يقولهم لا ما تمشيوش ما نعرش ما ريتش انا هذا اي هي لكن يمكن هما كيف ناديهم المخرج هذي اللي تحكي عليه ناديه المخرج ناديه الممثل يقول له غاني حاجتي بيك في الدولة فلاني الممثل شنو بش يعمل بش يقع السيناريو عنده ثيقة اكيد في المخرج اللي هو ناديه دونك اوتوماتيك ما بش تلقاه موجود فقط معنى هذيك انا نشوفها هكا جماعتوا ولا جماعتوا خطر شفت ناس اخرين بشيو خدموا في مسلسل مشتابعة جماعة لولاني ساحيت اي معنى هما هيش بتاع مخرج يقولهم لا ما نصورش اذا كان مخرج يجيو يقولهم تاخد مكاينة معايا ما نعرش انا السكتور هذي بنيش داخله فيه برشة دونك حسب ما قاعد نشوف انه فهم انه نلقى ممثلين مشيو من عند ممثل من عند مخرج مشيو ما خدموا مع مخرج اخر والعكس وبالعكس اي 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 انا معاك في الفكرة ديك اما جوزت سألت معناتا في حالة انه هو عنده مسلسل في السيزون هلي خلي معناتا الناس اللي مثلت معاك مشيتمثل في حاجة اخرى لذا كان هو وخدمته هو اللي تخلي ممثلين يقعدوا باقي موجودين في عمل اللي هو لانهم عندهم الثيقة ونشحوا معاه وكبروا معاه وتعارفوا معاه قدام الناس دونك علش ليش شنو المشكل اي 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 علش نمشيو بكل مسلك اللي من بدلوش بضط لي معناتا من بدلوش فريق تخليش يمشي هذا يمشي لهذا على من بكرة لا ما تخليش مما هيش مما مش بيهي معنا اي بش تحكم فيه ومن صور شي زالة تسيق اي لكن يخليه بطريقة يجل بور ليه اكثر بش يكمل معاه اي لنا عنا بروشي العام الجي بش نخدمه عليه لكن عنا فيلم صحيت عنا فيلم وهكيكا تجيب كيما فاطمة مع عبد الحميد بوشنير خدمة ابرا هكا ولاي اي وخدمة في المسلسل فاطمة من اول معناها اول تجربة لها تلفازية عندها تجربة شفناها في السينما اللي هي ابرا وفهم تجربة بطولة اخرى في فيلم بش يتعرض قريبا زادة كيف كيف في اللقاعات التونسية وهذي اول تجربة لها في المسلسل ازاينب على ذكر معناتها بوشناق عبد الحميد على ذكر عبد الحميد بوشناق نحب بالحق تحية للصبر الوسلاتي والدور الكبير اللي عامله في رجوج لحقيقة ديناري 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 تياموز تياموز بالرسمة الناس الكل قاعدة نشوف في اعجاب كبير وبدود افعال ايجابية خاصة اللقطات اللي تعلقت بالادارة التونسية وكيف اجتمشي لادارة التونسية معناتها مس العمق الاجتماعي وعمق الادارة وبيورقراتيتها ومعناتها حسين يعطيك صاحة صابر ويعطيك صاحة على الاخراج عبد الحميد بوشناق ومسلسل لاستحاقية شيف بالضبط ذهي هو والحلقة الأخيرة كانت معناها موجة من الأحاسيس اللي حسوا بها برشة وينسا اللي تابعوا رقوج أحنا نجهلكوا بعد شوية كانت هيدي القيل والقال